في بلدنا طريقة التسليم الأخيرة عندما يسلم الإمام في الصلاة نحن نسلم مع الإمام هل هذه الطريقة صحيحة أم الصحيحة أنه يجب علينا أن نسلم بعد أن ينتهي الإمام من التسليم الأصل في المأموم مع الإمام له أربعة أحوال المأموم مع الإمام له أربعة أحوال يقول أهل العلم يعني مسابقة موافقة متابعة تأخير إما أن يكون موافقة مسابقة متابعة تأخير المسابقة لا تجوز لا يجعل يسبق الإمام بأي ركب من أركان الصلاة يركع قبل الإمام يكبر التحريم قبل الإمام يسجد قبل الإمام لا تبطل الصلاة لا تجوز المسابقة إنما جعل الإمام ليؤتم به من كبر قبل الإمام وركع قبل ما أتم به فالمسابقة لا تجوز الموافقة أيضا لا تجوز يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله من الحمد فقلوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا كل بعد وفي رواية هذا الصحيحين في عندنا سعي وغيره وإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع إذا الموافقة أيضا لا تجوز الموافقة أيضا لا تجوز بقي المتابعة المتابعة هي السنة أنك تتابع الإمام يكبر تكبر بعده يركع تركع بعده سمع الله من الحمد ترفع بعده يسجد تسجد بعده هذه متابعة هذه السنة التأخير أيضا لا يجوز يركع تنتظر تأخر عن ركوع معه يسجد تتأخر في السجود يرفع من السجود تتأخر خاصة ببعض الناس في التشاهد الأخير الإمام يرفع من التشاهد ويبقى يقول أريد أن أدعو مو صحيح هذا خلاف السنة هذا خلاف السنة سنة ترفع بعد الإمام مباشرة يعني قال الله أكبر خلص تقعد تبي تدعو بالتشاهد ما أعطاك فرصة بعد السلام بعد الأذكار أدعو بما شئت صلك ركعتين أدعو لن تقول بس لكن بالصلاة تتابع الإمام لا بد من متابعة الإمام إذن المسابقة لا تجوز الموافقة لا تجوز المتابعة هي السنة التأخير لا يجوز هنا هذا يقول نسلم مع الإمام التسليمة وإذا سلم فسلموا والصحيح أن يسلم بعده وليس معه يسلم بعده وليس معه لكن هل تبطل الصلاة لا ما تبطل الصلاة إذا سلم لا تبطل خلاف السنة خلاف السنة والسنة أن يسلم بعده كيف أصل طبعا هنا يمكن كلامنا نسلم بعد أن ينتهي الإمام التسليم أن التسليم تسليمتان يمين ويسار الذي عليه جماهر أهل العلم وهو الصحيح أن الركم التسليم الأولى أما التسليم الثاني في السنة فلو سلمت بعد التسليم الأولى ما يضر إن شاء الله لكن الأفضل تنتظر حتى يسلم التسليمتين تسليم تسليم